ويا بريس قصة ومعاناة مع الحقرة ومع الاهانة اللي تعرضت لها أنا أخوتي تنسكن في ولد العياشي الأسبوع اللي فات بعد ما خرجت من السبيطار كنت ناعس في السبيطار 22 يوم وبعد ما خرجت من السبيطار النهار الثاني اللي خرجت فيه من السبيطار اللي هو الأربع اللي فات ناعس في بليستي منتكي ترتح لأنني مريض فإذا بيت نسمع واحد الجلابة وشوي ديال الصداع وتقرقي في القصدير ديالي خرجت باش نشوف شنو واقع تلقى الشفت المخازنية وتلقى السلطات وتلقى بزاف ديال الناس ديال السلطة وهذاك الشفت المخازنيتي أمرهم بشيري بولي البراكة ديالي خرجت معا وصلت حداهم لأنني أنا مريض ما بقيتش نقدر نوقف بزاف معا وصلت حداهم تحت تحت على الركابية وطحت ما بقيتش نقدر نتحرك ما بقيتش نقدر نتحرك هذك الطائحة اللي تحت تحت بين القصدير ديالي وبين الشفت المخازنية بقيتش نقدر نحن باش يجرر نحن باش يجي نحن بذك القصدير قلت لها فاش شفتوا عيق عني بذكت يجررني بزاف وكتي قولهم ديروا ليه لهم ديروا ليه المينوط باش نتدرب فاش شفتوا بحرك داك قلت لها أصلاً نحن ساكنين مدى شحان هذي ولا بغي تتريب خصيكون القايد من اللي سمع القايد هو يمشي بحاله ونصارف من اللي نصارفه وقلت لولدي دخلني ولدي وقادلي الأمور ونقاوني ومشيت باش نشكي الأمر دي للقايد فهذاك النهار ما لقيتوش الشاوش دياله قال لي رغا تلقاه غده مع الحضاش هناك لفتي الحضاش ترى ما تلقاش لانا عندنا كاين لنا هناك صداع شي شوية في هذا الجهة هني من اللي رجعت عندو اللغد لي مع الحضاش اللي هو النهار الخميس مع الحضاش لقيتو دخلت عندو باش نشكي لي الأمر قلت لي هاش نوتراليا واش نوتراليا قال لي يا جمع هذك الشي ديالك هذك الحويجات ديالك ووجد راسك رنهار غايجي القرار رغا نريبو لك قلت ليه القرار باقي ما جاش وهذاك السيد جباش يريب لي البارح ما اللي سمعني بحال هكذا ما اللي قلت لي بحال هكذا ويطردني قال لي تفضل خرج بحالك بغيت نعود نحكي لي قال لي يا صافي تفضل خرج بحالك جيت بحالي مهموم وحسيت هذك الإهانة اللي كانت تعرضت لها من طرف الشفت المخازنية وذيك الحقرة اللي تعرضت لها من طرف الشفت المخازنية تزادت وتضاعفات لأنه ماخداش لي حقي وما على الأقل كان غير يبردني غير بشي كليما ولا يعيط ليه ويدور فيه يقول لي مثلا شي حاجة لي مثلا تبرد خاطري اللي هو ما قالش لي هكذا غادك شفت المخازنية فاجة جاي بغير هوندا باشي هزولي القزيدرات وهات الشي هذا وزا وهاني وتي جرجرني وحسيت برأسي أنا بحال شي دبانك قدامه وزا ايد أنا مليج مشيت عند القايد باشي يخذ لي حقي حتى هو زاد إهانة على إهانة حيث طردني بالنسبة لهذا الشفت المخازنية من اللي جابه شي يريب لي ما جايبش مثلا وحد النقل ديال الجامعة وحد الكاميو ديال الجامعة ولا وحد البيكوب ديال الجامعة ولا وحد الشي حاجة اللي تدل على الجامعة هاد المرة اللي فاتت هاد شيرة انت عرض لي تسعد لي للمرات مرة اللولة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة هاد الشي علاش بطريت أنني نهضر ما اللي تيجي ما تيجيبش معها دائما ما تيجيبش معها ترون سبور ديال ما تيجيبش معها كاميو ديال الجامعة ولا كاميو ديال البلدية فقط تيجيب إما تريبورتو إما المرة اللي قبل من هادي جاب تريبورتو هاد المرة هادي جايبين هوندا هوندا ديال شي واحد جايبينها باش يزولي نحن القزيدرات ديالنا وطيحني وطحتنا في الأرض وتي جرجرني بحال هكذاك وتيقولي مديروا ليه المينوت ومديروا ليه المينوت ويزوه باش نديره فأحنا قلت قداموا ذلك الساعة بحل شي دبانا بحل شي حاشارا بحل شي حاجة مكايناش بحل شي حاجة وجود ديالها وعدم ديالها بحال بحال أنا طحت اللي أنني مريض أنا ما نكذبش على شي واحد نقول هو دفعني ولا طيحني ولا لا أنا اللي أنا من اللي وصلت حداه باش غالنا نهضر معاه معاه وصلت طحت لكن هو من أمور الطيحة من شي ما خدب عين الاعتبار أنني إنسان أو لأنني شي حاجة شي كائن أعاء كائن حي مثلا غير حيواني لا شفتيه في هذه الحالة وطايح وما قادشينه ودرغة تحاول تعاونه أما هو لا هو جر جرني وتيقولي مديروا ليه المينوت وتي جرني قاع مرمدني بالنسبة للحالة المرضية ديالي هو المرض بالنسبة للفش تشتد عليها من 2016 باش بداية المرض كي تزاد عليها أما أنا الفش مريض من الصغر مريض من اللي كانت عندي 8 سنين كانوا تردقوا ليه الحلاقم وغبطوا ليه على القلب ووقع عندي روماتيزم من الصغر كنت تيضروني المهفاصيل ديالي وتبعت عليه واحد نعستعليه في سبيطار فاش كنت صغير فاش كنت عندي 8 سنين نعستعليه فاش كنت نعستعليه في سبيطار كنت ندير البينيسيلين ونظر الظروف ديال الوانيدين ما بقدوش يبقى ويكملوا فما كملوش ليه الدواء لانه الروماتيزم تتبقى تدوز تتقدر بالبينيسيلين حتى حتيت يقولوا الكسافيرا المرض ما بقاش ومن اللي من 2016 حسيت بالحالة ديالي الحالة الصحية ديالي بدت كتتدهور وكترجع اللور موقش تقدر لان خدام لان ديرتاشي حاجة كنت خدام كانت عندي قريرسة ديال كاسكروت وكنت عايش فيها مرتاح لكن فاش من 2016 الهنا بدت يبان عندي وحد الانواع ديالي الحبوب وبدت يتفرق عندي شي حواجة في الرجلين بحال دبا مثلا في الحم ديالي كامل في الفم ديالي في الضفار الهناوة ديال الرجلية كل هم هاد شي كانت تخرج فيهم وحد الانواع ديال التقيوحات وده واحد النهار انا قالس هنا مع ولدتي تندحك حتى وقعت لي واحد ضبابة على عينيه مالي مشيت باش نشوفها مشيت لسبيطار ديال الرأس باش ندوز على عيني نشوف نعرف على سبب هذيك الضبابة ولا واش ندير لها نضع دار ولا شوف شنو ندير لها فإذا شافوا بهذيك الضيال اللي تي شوفوا بها قالوا لي عندك ميكروب ولا عندك إما ميكروب إما فيروس إما بكتيريا وابقوا تيقلبوا حتى حد الآن باقي باقي تيقلبوا على نوع ديال البكتيريا اللي كاينة واش سبب المرضو واش غير روماتيزم بوحدو ولا سبب المرضو هو هذي وحد الفيروس اللي يلقاوا عندي هو من شي حاجة اللي هي من شي نوع ديال فيروس جديد ما عرفتوش ممتي تسبف تختر الدم المهم هذا هو اللي فهمتهم الأطباء بالنسبة للنداء ديالي هو أنني تنادي المسؤولين وتنادي أكبر مسؤول في البلاد اللي هو جلالة المالك حفظه الله أنه يشوف لنا حل هذا المسألة هذه ديال الحجرة لأننا احنا تنمشي ونتبره من شي واحد باش هو يهزلنا الحق ديالنا تيطردنا بحال هكذا فاحنا جلالة المالك هو اللي تيرعانا هو اللي يحفظو لنا هو اللي تيخذ لنا حقوقنا هو اللي تي أي حاجة ضراتنا راتي يقول لك اللي ضراتكم را ضراتني هو المالك ديالنا والمالك ديال الفقاراء وهو اللي تنحسو بي تيحبنا من قلبه تنحسو بي تيحس بينا وتيحسو بي تي اي حاجة دراتنا تنهزوها من اللي تنهزوها ليه متى ترجعش لينا متى يرجعناش خايبين فتنتوجه بالرسالة لها لي جلالة المالك انه يشوف لي يحقي من هذا السيد هذا اللي دار لي هذه التجارجيره هذه هذا هو تنطالب بالكرامة دي أنا بغيت كرامتي ترجع تنطالب ورد الاعتبار إلا ترد لي الاعتبار لغا رتاح إن شاء الله شكرا